دكتور الحالة الاقتصادية لمصر كيف تراها؟ يجب علينا جميعا أنهنا نهتم بالحقائق والحقائق ده مصر أقل من نصف الموقف الاقتصادي النهاردة نوع موقف حرج نعم حرج حرج ده أضعف ممكن نقول حالة اقتصادية ضعيفة جدا ممكن نقول هناك مشاكل وتحديات كبيرة جدا إنما الوضع الكل حرج بمعنى كلمة حرج معناه أنت في نقطة قد تستطيع أن تقع منها؟ بر السلام أو تقع كلمة حرج هنا أقصد بذلك وبالتالي لازم نقول ليه نتيجة لابد أن الجميع يعلم هل هناك مشكلة حقيقية أم لا فبالتالي لو سألت كل الناس أو معظم الناس والحمد لله ليه الشرف في أن الكثير يتواصل معي وكله بيقول إن إحنا عندنا مشكلة اقتصادية متمثلة في نمرة واحد عجز الموازنة يعني إيه كلمة عجز الموازنة؟ يعني عندنا مصروفات وعندنا إرادات المصروفات بتاعتنا أكبر من الإرادات بكتير بالزبط وبالتالي هنا إنك عندك عجز زي ما سيت خامد الرئيس قال إن عيلة وعندها دخل معين وعندها مصاريف فلو دخلها أقل من مصاريفها إذن هنا موضوع يجب إن إحنا الأسرة كلها تنظر إليه تمام نمرة اتنين في الجانب الآخر من العملة الأجنبية والبنك المركزي إن ضعف الاحتياطي النقد الأجنبي بمعنى صح إحنا النهاردة كما أعلن البنك المركزي عندنا 15.5 مليار دولار الحد الأمان 25 ل30 مليار يبقى إحنا في موقف بالنسبة لإحتياط النقد الأجنبي ضعيف عندما يكون إحتياط النقد الأجنبي ضعيف بمعنى صح إن إنت عندك مستلزمات واجبة إنت بتتكلم على إذا ما حضرتك تفضلت الدعم عندك 40% من الأمح بنستورده عندك 90% من الزيت بنستورده عندك 40% من السكر بنستورده إذا بنتكلم عن أساسيات هنا لا يمكن أن الحكومة لابد أن توفي هذه الالتزامات ضف لذلك بقى معدات المصانع المواد الخام اللازمة لدولان عملية الإنتاج الكثير إحنا عندنا خلل في ما نسميه الميزان التجاري يعني إحنا بنصدر بقد إيه وبنستورد قد إيه فبناء الأرقام المعلنة من الحكومة إن هنا عندنا عجز في الميزان التجاري 40 مليار دولار يعني بنصدر بحوالي 20 عشان نبقى أرقام مقربة وبنستورد بحوالي 60 كذلك لا يمكن أن تقرأ بحوالي 5 ميزان التجاريز بحوالي 5 مليار دولار 90 مليار دولار 70 مليار دولار